عقدت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عصر اليوم الجمعة ندوة صحفية لتقديم نسخة الخامسة عشر للملتقى الدولي محمد نسادس لألعاب القوى المحطة الرابعة من منافسة العصبة الماسية لألعاب القوى والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد نسادس نصره الله الندوة صلتت الضوء على مسجدات هذه النسخة المقرر تنظيمها يوم الأحد تاسع عشر مايو الجاري بالمركب الكبير في مدينة مراكوش والتي ستعرف مشاركة عداء عالميين في مقدمتهم البطل العالمي الأولمبي سوفيان البقالي كما ستشهد مشاركة أزيد من 134 عداء وعداء يمثلون 39 بلداً 24 منهم توجو بميداليات في مختلف المنافسات العالمية مراكوش خلال هذه الندوة ترمى التأكيد على أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تخذت كافة تدابير تنظيمية ولوجستيكية من أجل إنجاح الملتقى الدولي محمد سادس لألعاب القوى الذي أصبح من بين أهم المحطات العالمية بتعاون وطيد بين كافة المتداخلين الملتقى يحظى بمتابعة إعلامية كبيرة من طرف قنوات عالمية بالإضافة إلى التغطية المميزة من طرف كافة وسائل الإعلام الوطنية على رأس الشركة الوطنية للإدعاء والتلفز المغربية هذه السنة ستكون دورة مدينة مراكش سنوات الفاريطة كانت بمدينة الريباط هناك أشغال بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله والحمد لله مدينة مراكش عودتنا دائما على تنظيمات المتميزة فسبقوا ونضمنا في هذا الملعب الكبير البطولة الإفريقية كذلك ملتقى الدولي كذلك كسل القارة فإن شاء الله ستكون دورة متميزة جمهور كيف معودنا في مدينة مراكش سيكون إن شاء الله حاضر ومتابعة الحال باش الملتقى يبقى دائما في المكانة ديالو إلى جانب 14 دوري مسيل اللي موجودين على الصعيد العالمي النسخة هاته برمج خلال الاتحاد الدولي لإلعاب القوى 14 مسابقة ضمن منافسات ملتقى محمد السادس الدولي لإلعاب القوى مناصفة بين الرجال والسيدات ففي صنف الرجال برمجت سبع المسابقات ومثلها في صنف السيدات والتي تعتبر محكا حقيقيا للعدائين العالميين وفرصة لاحتكاك الأبطال المغاربة لكسب مزيدا من التجربة والخبرة ولم لا تحقيق القهمة تؤهلهم إلى أولمبياد باريس صيف هذا العام